أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المياه الأقليمية اليابانية فدت مصادر عسكرية أمريكية بأن بيونج يونج أطلقت صاروخا باليستيا عابرا لقرات واثنين قصيرية المدى جاء هذا الإطلاق بعد وقت قصير من انتقاد كوريا الشمالية قرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتمديد مناوراتها الجوية المشتركة هذا وحثت الولايات المتحدة دول العالم على تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية باعتبار أنها انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخا باليستيا عابرا لقرات قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس إن هذه العملية تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحضر إطلاق تلك الصواريخ وأشار إلى أن ممارسات كوريا الشمالية تهدد السلم والأمن الدولي حضر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أي هجوم نووي على الولايات المتحدة وحلفائها من جانب كوريا الشمالية سيؤدي إلى نهاية نظام الزعيم الكوريا الشمالي كيم كونغون هذا وعشار أوستن خلال لقائه مع نظيره الكوري ليت جوبسوب إلى أن أي هجوم نووي ضد واشنطن بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية هو غير مقبول وسينهي العالم بنظام كيرو سيئة نظام كوريا الشمالي في كوريا الشمالي سيئة نظام كوريا الشمالي